سلام عليكم أحبائي ورحمة الله فيكم بلقاء جديد وحلقة الأسئلة الأسبوعية كما اعتدنا ما رح طول عليكم نهائيا بالمقدمة إذا أول مرة تشاهدني على يوتيوب اشترك وفعل زر إشارات على كل هاي الحلقة بتجيكم كل أسبوع بناء على بوست الأسئلة الأسبوعية واللي بيتمطرحوا على يوتيوب فيسبوك إنستجرام نختار مجموعة من الأسئلة من جميع مواقع التواصل الاجتماعي وجيب عليها وبعدين أنت بتغطيني أراءك بخانة التعليقات وخلي بداية نتقوم مع فيسبوك اليوم لأن انستجرام لا يوجد فيسبوك يوتيوب فقط والأسئلة قليلة جدا 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 للأسف لأن الأسئلة كلها مستهلكة ماذا معنى مستهلكة؟ يعني هي عن أمور أصلا نتحدث عنها بشكل يومي فلا داعي لإعادة تدوير الكلام السؤال الأول من حسين العامري واللي بيحتي لي السلام عليكم أخي نسيمو عليكم السلام أتمنى تجاوب أنا مدريدي وخائفي صير بينا مثل اللي صار مع باريس نجرمان بعد ما تعقدنا مع مبابي هل كثرة النجوم في فريق واحد راح أتأثر على الفريق؟ تحياتي أخي حسين أظن لا ليش لا؟ لأن ريال مدريد حاليا لا يقوم بجمع النجوم إنما يحاول تطوير النجوم عنده يعني يجلب المواهب ويجعلهم نجوم هو ما بيتبع سياسي أنه مثلا بيعتمد على لاعبين لإسبان أو خارجين من أكاديميته لا هو بيشتري المواهب وبيحاول أنه يبقوا عنده وتسقل شخصيتهم ويتطوروا بشكل أكبر يعني خلينا نوضح لاعب جيد أو جيد جدا وبيحاول يجعله ممتاز قدر الإمكان هي هي سياسة ريال مدريد بالفترة الأخيرة بآخر السنوات فلو حكينا أن ريال مدريد نادي نجوم فهذا الكلام سامحني خطأ بقصد ليس نادي غالكتيكوس وحاليا في العالم لا يوجد نادي غالكتيكوس ولو تخيلنا أن كيليان ومبابي وجود بيلينغ هام هم نجوم غالكتيكوس ممكن أتقبل هذا الكلام ولو أني لا أوافق عليه فلا يمكن مقارنتهم بقدوم مثلا فترة ريكاردو كاكا فترة كريسيانو رونالدو هؤلاء اللاعبين هادينك كانوا بالأساس نجوم ناجحين متوجين مع عنديتهم وقادمين إلى ريال مدريد والريال كان يعاني في تلك الفترة فهم ساعدوا في النهوة اقتصادية مع النادي الملكي فصلت هذا الكلام بشكل مطول طبعا سابقا أما حاليا فلا الوضع مختلف تماما ولا أظن هذا الشيء حرفيا يمكن اعتبار فقط كليانم بابي غالكتيكوس على مستوى الإعلام تقريبا وبدرجة ثانية أكيد جود بيلينغ هام فلا اتطمن أما سؤالة ثانية من سوفيان وعليكم السلام صديقي هل الطاقم الفني الهولندي في اليونايتد سينجح أم لا يحقق طموح المساعدين المدربين واللاعبين وما هو توقعك لمدرب المنتخب الإنجليزي الجديد أنا أتوقع بوكتينيو هل مرات ينجح مع الميلان ولماذا أندي الإيطالية لا تقوم بصفقات تحياتي سوفيان لا تعيد الأسئلة الكثيرة يعني تعليق ويكون فيه أسئلة كثيرة لأنه بيستهلك كثير من التعب والحلقة بس ماشي مسامحك هالمرة هلأ أول شيء بداية خلينا نشوف بالنسبة للطاقم الفني الهولندي في اليونايتد كلام يعني يتكلم به على موقع التواصل الاجتماعي هذا الكلام صحيح أنه هي تقريبا الطاقم الفني كله هولندي حرفيا يعني تنهاق ومساعدين هنه هولنديين صح لكن ليش الإدارة تساهلت في هذا الأمر أنا بقصد الإدارة من إدارة منشستر ونيتد الكبرة طبعا لأنه في الأساس اللي نحنا بنشوفها مع الواجهة هنه إيريك تنهاق وإذا كنا متعمقين فسنرى مين ظانستر روي والمساعدة الثاني أنا آسف نسيت شو اسمه هايك اسمه شوي بيصعب عليه مع أنه على فكرة كان مدرب ناجح وناجح مع النادي اللي كان يدربه الاثنين كانوا مدربين طبعا الاثنين فهنا طاقم هولندي لكن ما دون ذلك ليسوا هولنديين خليناكم بالصورة لكن ليش الإدارة وافقة على استقطاب هذول الشخصين تحديدا الإدارة بتحاول قدر إمكان تكون مرينة مع المدرب واستقطاب مساعدين المدربين هو أمر سهل جدا ففي حالة إقالة المدرب الاثنين يقالوا معاه مباشرة في أغلب الأحيان وليس دائما لأنهم ربما يشكلوا واحقا طاقم واحد بحيث أينما رحل تنهاج بيرحلوا معاه فتعيين مساعدين المدرب ليس أمر صعب بالنسبة للإدارة أو بالأحرى مساعدين المدربين لا يرتبطوا مع الإدارة إنما يرتبطوا بأنفسهم فقط أو مع المدرب ما لهم علاقة بالنادي بحد ذاته بمعنى آخر وصحيح 100% تخيل الآن الآن لو طار إيرك تنهاج تمت إقالته أو استقال بأي شكل ممكن المدرب القادم لن يعمل مع ظنستروي والمساعدين الآخرين بده طاقمه اللي هو وطاقمه المساعد ست مساعدين غوارديولا عنده 13 أو 14 أنشلوتي عنده أيضا عدد جيد لكن نحن نشوف فقط دافيد أنشلوتي هو عدد كبير بريال مدريد هذا التوضيح مهم فلذلك نحن هذا الأمر هل ينجح أم لا هذا الموضوع متروك للمستقبل لكن المطلوب من الإدارة وهذا ما تقوم به حاليا هي أنها بتساعد إيرك تنهاج لإختيار الصفقات إيرك تنهاج قبل ما كان فيه طاقم تنفيذي يقوم بالكشف بشكل صحيح عن الصفقات فكان تنهاج لوحده يختار مجبر بعد ما كان جون مورثو موجود كان فيه هيكلية مختلفة تماما في اليونيتد فكان يعرض عليه اسمين الاسمين غير مناسبين بس يضطر يختار واحد منهم أنا بحاول أختصر الموضوع طبعا الآن لا فيه هيكلية مختلفة تماما وبيحاول يوفروا لطلباته قدر الأمكان من السوق مو يعني طلب دهب فبيحضر دهب لا طلبات فنية واضحة توقعي لمدرب المتخب الإنجليزي الجديد ما بعرف ليش أنا أميل أنا عاطفيا أميل لبوكوتينيو يعني أتمنى أشوف بوكوتينيو بشعر أنه فلسفته واضحة جدا إذا لم يأتي أنا بميل لتوماس فرانك توماس فرانك مدرب برينفورد أنا معجب جدا بكرة القدم اللي بيلعبها بيعطبها كرة قدم سهل تشريبها للمنتخب كونه ما بيتواجد الفريق مع المدرب بشكل دائم وأيضا بنفس الوقت هي سياسة مرعبة بيلعب 3-5-2 أو 3-4-3 أحيانا بتحول إلى 5-3-2 طبعا لكن طريقته مرعبة بمعنى الكلمة الناس اللي شافت برينفورد تعرف هذا الكلام فأنا نعم بميل لبوكوتينيو وبذات الوقت بميل لتوماس فرانك مين حيكون بيناتهم في النهاية سدقني الموضوع الصعب وصعب جدا في الوقت الراهن لكن لو بدأ إنجبر اختار توقع اليوم اليوم اختار بوكوتينيو يعني هو توقع أيمتى بيكون عندي الأكيد في مصدر براقبة لما يكتب شيء واضح من إنجلترا أظن الموضوع يعني يسير في الشكل الصحيح مع الميلان وعلى مستوى خط الهجوم لأنه موراتا مدافع أكثر مهاجم مهاجم أكثر من رائع ما في نعنك رجودته بكل تأكيد سريع جدا تحكمه بالكرة ممتاز جدا بالنسبة لأروا موراتا لكن عنده أحيانا أخطاء مع الكرة وهذا شيء مو كتير مطلوب يعني هيأثر بهيكلية الميلان وطريقة لعبه ما بتوقع يتأثر كتير بهذا الموضوع وأظن أنه إلى أوله حل لهذه النقطة لكن أنا شخصيا ما بعرف ليه متفائل بموراتا مع الميلان رأي شخصيا أما سؤالك الأخير لماذا أنت الإيطالية لا تقوم بصفقات يقوم بصفقات يوميا وبالعشرات بالعشرات بمعنى الكلمة لكن أنا ما بغطي الموضوع بشكل واضح ليه؟ لأنه بكل بساطة أنا بدي دور على شيء يجلب نتيجة يعني أتكلم بكلام فيه ناس مهتمة فيه بشكل كبير وفي ذات الوقت أني أقدر غطي هذا الموضوع فمثل ما بتشوف أنت تغطية صفقات الدور الإنجليزي والإسباني لواحدها تستهلك فيديو طويل جدا أنا بحاول ضبه قدر الإمكان لو حطينا الإيطالي بيطلع معي فيديو تقريبا كل يوم 40 دقيقة وهذا الشيء بيعني أني أنا ممكن موت وأنا عم أعمل فيديو لكن الأندي الإيطالية بتعمل صفقات لكن لا تقوم بصفقات كبيرة وبأسماء لامعة يعني أنت اليوم إذا بفوت بس إلى كالتشو ميركاتول اللي مهتمة بالأنديت الدور الإيطالي بتشوف أنه كل فريق بيناتهم انتر ميلان لاتزيو نابولي يوفنتوس كل يوم في أربع خمس صفقات بمعنى الكلمة إما تعاقد أو كلام عنهم لكن أسماء حرفين أنا ما بعرفها يعني أنا كمشجع ليوفنتوس البارحة تمت صفقة خوان كابال من هلاس فيرونا إلى يوفنتوس سألني مين هاد وين بيلعب أنا ما بعرف عن جد ما بعرف أما سؤالي بعده من يونس فبيقلي أهلين أخي نسيم حياك الله هل رودري يقدر يعود توني كروز ليجلبه إلى ريال مدريد أم أن هناك أمور أخرى ياريت لو توضح لنا وما هو رأيك لو تمت الصفقة لأنه ارتبط اسمه بالريال بغض النظر صح أو إيشعة وشكرا لك مرة أخرى من الجزائر تحياتي أخي يونس والله ما بعرف ليش أنا شخصيا بميل أنه ما بيشبه بعض تخيلنا نحن أنه حتتم الصفقة طبعا ما حتتم الصفقة لكن نحن بتتخيل مثلا أنه هل ممكن هذا الشيء أنه ما بيشبه بعض بوقتها حيكون ريال مدريد بلعب بشكل مختلف أي تغيير بالعمود الفقري للفريق بيكون هناك عندك تغيير بالفلسفة يعني أنت تخيل آر رودري مكان توني كروس اختلاف تماما بأسلوب اللعب تخيل الاختلاف بين مودريد وتوني كروس كنا نشوف ريال مدريد بشكلين أنا شخصيا أنا كحدا بيهتم بتفاصيل التحليل هذا غير فريق اللي بيلعب غير فريق نفس الأسماء بس اختلف مودريد أو توني كروس من اللي بيلعب محور متأخرة بقصد ارتكاز مثلا اختلف اللعب كله غير طريقة تماما لأنه كل واحد بدير ملعب بطريقة مختلفة ورودري كذلك الأمر يلعب بطريقة مختلفة تماما طبعا أكيد الكلام مأخود كونه داني كرفخال كان يقول دائما لرودري يوميا تعال لعنه إلى ريال مدريد ومن هذا الكلام قال هذا الكلام هو داني كرفخال طبعا أثناء اليورو لكن ما في خبر يعني ما في خبر أبدا ولا يوجد اهتمام نهائيا نهائيا هو مجرد تصريح قال له كرفخال وبس وبتشوف شكل أحلى صدقني بتشوف شكل حتى ما بيشبه لك مودريش بصراحة لأني شوي مختلفين نوعا ما لكن هو ما بيشبه توني كروس يعني ممكن يتشبه بمودريش ولكن صعب جدا أنك تشبهه بتوني كروس طبعا أنا بقصدهم من ناحية الاسلوب أحبائي لا حد يدخلني بمقارنات نهائيا وعلى سيرة رودري في معنا سؤال من أخونا أحمد سبتي بيلي سلام عليكم كابتن نسيم سؤال محير أنه محير جميع المتابعين ومشاهدين مباريات السيتي وأسبانيا بخصوص اللاعب رودري تابعت مباريات إسبانيا وحتى المعلق يمدح يامال وويليامز والمتابعين يمدحوا يعني المشاهدين بقصد يمدحوا يامال وويليامز فما الذي يراه المحللين لا يراه المشجعين في رودري محبك من اليمن تحياتي أخي طبعا كان في سؤال تاني مو منك أنت من أخ تاني كمان عن رودري إنه فعلا هل نحن بنشوف يعني غير المبارات اللي بيشاهدها اللي بيحللوا مثلا نعم غير المبارات صدقني تماما يعني لأن نظرة الجمهور غير نظرة المحلل تماما أو اللي بده يحلل أي شيء هلأ أنا ما أدعي أني محلل أمتلك معرفة بسيطة وحاول أطورها كل يوم بقرأ كل يوم بحضر دورات سواء مع مدربين ناشئين أو غير وغيرات وبحضر دورات أونلاين بشكل شبه أسبوعي تقريبا بحاول أطور من نفسي ومعلوماتي لكن أنا ابتعدت عن الكلام عن التحليل خلاص مع التكلم تحليل فني إلا ما قل ونذر لشرح نقاط معينة مهمة فقط ليش؟ لأني فهمت أن ما أتعلمه وأملكه من معلومات في هذا المجال ليس مكانه يوتيوب ليس مكانه يوتيوب ولا وسائل التواصل الاجتماعي هذا مكانه في الشغل فقط إذا كنت تبتشتغل مع نادي محلل عن بعد محلل موجود أي أن كان بغض النظر لكن لا يطرح على الجمهور ليش؟ الجمهور يشاهد بعاطفته أما أنت فتشاهد بعين المحلل أنا ما بنظر الكرة وين ماشية ومين سجل هدف واحتفل لا هنبنظر لسياق تكتيك معين وهيك يعني بدي أشرح لك أنه هي غير نظرة تماما فأنا ما فيني أشرح لك كيف أنا بشوف رودري مثلا ليش أنا؟ أنا متأكد أنه كلامك مبني على أنه كيف رودري فورا صعد ترتيبه بالكرة الذهبية وكيف كل المحللين بيحكوا لك رودري 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 هلأ أنا شخصيا بقول لك رودري لا يشبهه شيء في هذا المركز في العالم لا يشبهه شيء نهائيا لفل ثاني مختلف تماما أنا رودري ظاهرة غريبة بهذا المركز بصراحة قديش كنت أمضح أفهم بوسكتس بهذه الزمنات؟ الآن أنا بمضح رودري لا رودري خيالي يعني خيالي لا يمكن أن يتخيل لعب يشبهه لرودري حاليا فأكيد مثلا سؤالك عن هذا الكلام تحديدا أنه هل منشوف شيء ما بيشوفه الجمهور طبعا لأنه أنت ما بتشوف رودري بيسجل هدف ما بتشوف رودري بيعمل لك أسست رهيب خيالي غريب لك مثلا لكن أنا بشوف رودري كيف هو اللي بيوفر نفسه في بناء اللعب وبالثلثة الأول والثاني والثالث وحتى لما تنقطع الكرة وترجع كيف يكون مسكر المساحة وضاغط بطريقة معينة على المساحة لوحده لوحده كل شيء بيشتغل لوحده هذا فريق يمشي على الأرض فريق كامل يمشي على الأرض رودري بيبعان الكلمة يعني وأحيانا بيسجل وبيصنع أهداف ولزيدك من الشعر بيت كمثال لوكا مودرش لما توج بيجأس الكرة الذهبية وهذه ليست مقارنة رجانة أحباي دائما بيقول لا تدخلوني بالمقارنات لوكا مودرش لما حقق الكرة الذهبية كم أسست عمله وكم هدف عمل اعمل سيرتج لوحدك ورودري بهذا الموسم عمل أكتر منه أكتر منه أسست وأهداف ومراوغات وحمل كرة تقدم وخلق فرص كل هذا مع بعضه أفضل من مودرش أعمل كأرقام بيحكي أنا لا أقارن لحد يدخل بي مقارنات أنا أجيب على سؤال أخونا أحمد فقط فالموضوع هيك أنه فعلا تحليليا غير لما تتابع أنت كمشجع أنت فقط تهتم أكتر للاعبي فريقك أنت أو لما نسجل هدف أو أخذ اللقطة بس أما الكلام التحليلي فهو كلام مختلف تماما ويكون مجرد تماما عن النتيجة يعني لا علاقة للنتيجة بتحليل المباراة يا جماعة أنا بعشقها النوعية من الأسئلة على فكرة ويا ريت أتمنى الناس تكتر منها من نوعيتها بشكل أعمق حتى لكن أنا طالما لا يوجد أسئلة فما بدخل أبدا بموضوع التحليل الفني لأنه دائما حصلت معي أكتر من مرة أنه ممكن أتكلم على أي أشياء إلا علاقة بالتحليل فألقى هجوم خيالي ليه لأنه بكل بساطة الجمهور ما نو مضطر يتعلم تحليل فأنا فهمت هذا الموضوع بعدين أنه أنت عم تلقي كلمة صح في مكان خطأ مثل لما تكلمت عن جود بلنجهام شفته يعني ضليت أربع خمس أيام ما كنت أخلص من هالمنشور اللي نشرته على فيسبوك يا جماعة أنه جود بلنجهام كان عنده مشكلة تحت الضغط بالموقف الفلاني أنا بعد ما نشرت المنشور فكرت مع نفسي أنه ليش نشرته هون هذا الموضوع مو هم مكانه مكانه على جروب واتساب أنا آسف متقليل طبعا إنما هذا المكان مكانه بيحكوا عنه محلل الأداء فهذا بيبعته محلل الأداء للمنتخب الإنجليزي أو لوجود عبر الأبليكيشن الخاص ب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم على فكرة فيه ناس حرب بهذا الموضوع عرب لا تكونوا بالصورة يعني للناس اللي بتقلل وعندهم عوقتة نقص لا تكونوا بالصورة يعني فبيحاولوا يحلوا المشكلة بسرعة أو لاحقا بيحاولوا يتدرب على هذه الأشكال مثلا فطرحوا على الجمهور بمكان مفتوح هذا الكلام بيعتبروا كفر كروي مع أنه أنت بتتكلم كلام صح لكن في مكان خاطئ تماما أما السؤال الثاني فهو من العبد الفقير حياك الله صليقي أبو عبدو دائما نسمع أنه أي نادي بيتعاقد مع لعب تحت 18 سنة ممنوع يلعب بأوروبا بيعمل بالنادي اللي موجود فيه ليطبق السن القانوني قصدك مثل أندريك أو شو اسمه درعا برشلونة انسيت كمان البرازيلي شلون برشلونة عم بيلعب باليمين يمال وكو بارسي مع الفريق الأول ودائما أساسيا مع أنهم تحت السن القانوني أرجو إيجابة أو شرح النظام بهيك أمر مع كل الشكر أنا كابتن أبو عمر تحياتي يا صديقي وتحياتي لأبنك يعني مع أني ما يشوف التعليق ما بعرف زي هذا هو تعليقه سلمني عليه كتير بكل الأحوال الموضوع مختلف تماما صديقي الموضوع بكل بساطة كتير جوابه بسيط الصفقات اللي بتأتي من الخارج من أمريكا اللاتينية إلى إسبانيا فهم في قانون أنه ما بيحق للأجنب يلعب وهو تحت السن القانوني يعني ما بيحق كله ينتقل من هديك الدول من هديك القارة إلى أوروبا هو هذا الفرق فقط لكن بإسبانيا نفسها هو عم يلعب بإسبانيا نفسها يعني وبأوروبا نفسها فهم ما في إشكال يعني هو فقط مجرد قانون مطبق على اللاعبين اللاتينيين أو البرازيليين أما أنت بتلاحظ بعض الأحيان أغلب الأندية الإسبانية بتستقطب اللاعبين وبيكونوا صغار بالعمر مو بس بارشلونة على فكرة وبيلعبوا بشكل أساسي عادي جدا ليش؟ هو لاعب بالأساس أوروبي وإسبانيا أيضا نشأ مع هذا الفريق كان من الأكاديمية أو كان مع الناشئين وكبر وعادي يجلبوا إلى الفريق الأول ما في أي مشكلة نهائيا لكن ينتقل من مؤسسة إلى مؤسسة وبغير قارة لأ هذا الموضوع حاليا غير وارد والسبب قانوني بحت يعني أنت الآن اضرب لك مثال كريال مدريد كونه في صفقة واضحة أمامنا اليوم أندريق قادم من بارانينسي البرازيلي والأفلاونينزي اللي حمسين أسماء الفرقية يا جماعة أنا وقت حلقة الأسئلة من كتر ما بيكون أمامي هيك شغلات فأضيع وبصير ضيع طبعا كلهم الأسئلة بيكونوا مصفوفين أمامي لما أتى ففي بند ما بيحق للعب البرازيلي ينتقل حتى يتم 18 سنة ما بيحق له بقانون العمل هاي مثال يعني لكن نفسه رقيها المدريد كان يقدر يصعد رافا مارين للفريق الأول حتى لما كان تحت 18 سنة وكان يشارك واضحة جدا وعطونا أسئلة يوتيوب أحباء الكرام بسرعة وهم في علاءات وعركات على فكرة يعني وخلينا نبلش أول سؤال أهلين كابتن ناسيم تحياتي يا صديقي سؤالي لماذا إشارة الكابتن وتحياتي لجمع أهل العراق لماذا إشارة الكابتن في المنتخب الإسباني أعطيت لي موراتة بينما كرتقال أقدم منه في المنتخب وأكبر منه سنا وتحياتي لك يا أفضل من يوصل المعلومة الصحيحة وبمصداقية تحياتي يا صديقي أنت افترضت افتراض خاطئ وجعلته صحيح وسألت عنه يعني أنت سألتني سؤال بصيغة افترضت بأن الأكبر والأقدم هو من يأخذ إشارة القيادة وهذا أبدا غير صحيح لا يوجد قاعدة لإشارة القيادة انتهي الجواب في بعض الأندية تتوافق أن الأقدم هو يحمل شارة القيادة الأندية أو المنتخبات بغض النظر الفريق هو بتوافق أو بالقرعة يعني القرعة الاختيار بقصد يعني هم بيصوتوا اللاعبين مين بتطلحوا علينا أسماء يحملوا شارة القيادة بيتفقوا مع بعض وبيعطوها وفي بعض الأندية أو المنتخبات أو الفرق وبتفرض الموضوع فرض الإدارة تختار القائد وانتهى الأمر فلا يوجد قاعدة لحامل شارة الكابتن موحدة في كرة القدم يلا ونكمل مع المشاكل هل لا أستاذ ناسيم مع فوز إسبانيا واكتساحها أقوى المنتخبات الكبيرة هل نستطيع القول بأن الدور الإسباني اليوم أقوى تكتيكية ومهارية من الدور الإنجليزية الممتاز هيك أنا بحب أولى هيك بس لنه رغم تحلولات فكروا شي يعني وأن اللاعبين الإسباني متفوقوا يقوم بكل شيء على اللاعب الإنجليزي تحياتي يا صديقي لو بدي اختصر لك الجواب لا ليش؟ أيضا تم افتراض شيء ووضعه كقاعدة وطرح سؤال عنه بمعنى آخر هل لو فاز المنتخب الفرنسي وصل إلى النهائي وفاز مثلا فإن الدور الفرنسي هو الأفضل والأقوى في العالم وأن اللاعب الفرنسي هو الأفضل والأمهار تكتيكيا لا فوز فريق أو منتخب لا يشمل قاعدة دولة كاملة ومواهب دولة كاملة هذا الشيء لا يمكن أخده أبدا 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 ولا حتى المجاملة فيه نهائيا فهل فوز الأرجنتين بكأس العالم يعني أن الدور الأرجنتيني هو الأقوى في العالم انتهي الجواب على أول نقطة لكن أنا هون بدي آغتك برحلة سريعة جدا وخاطفة إيجابة هيك درداشي من عندي أنا وهو اعتقاد مو اعتقاد هاي معلومة عندي أنا لحد أو بالأخرى بأغلب الزمن الطويل بآخر العقود بآخر عشرين، ثلاثين، أربعين سنة تقريبا مو وجهة نظري هاي هاي معلومة إسبانيا أفضل من حيث إنشاء اللاعبين والمواهب كل إسبانيا كل إسبانيا أي عندنا هون قططي ميشة عم تنوي تحتي إذا سمعين صوت قطة فهي بين رجلية عم تروح وتجي ودوختني إسبانيا بشكل كامل وتحديدا أكتر شيء عندك أقليم برشلونة أقليم كتالوني عفوا وعندك الباسك كمان جيد يعني هلأ أنت بتشوف مثلا في أنديا أحكي لك ياهم مثلا برشلونة سوسداد هذول أكتر شيء تقريبا أتلك بالباو ممتازين جدا 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 هذول أكتر شيء بيخرجوا لاعبين بطريقة واضحة بطريقة وفلسفة بتشمل تقريبا كل شيء في كرة القدم فهن من إنشاؤهم كلاعبين صغار أنا بقصد أنا هون بقصد حبايب نسوي لللاعبين اللي بتعرفون المشاهير نسوي للأجانب أنا عم بحكي الإسبان الإسبان تحديدا فأنت كشخص إسباني لما بيكون عندك طفل وبتبعته إلى أكاديمية في إسبانيا سوسداد مثال أنا بحكي على طوال الزمن اربطوا الكلام كامل أحباي أفضل ما تبعثوا في أي دولة تانية ليش؟ لأنه المدرسة الإسبانية بحاول أختصر أنا السياق قدر لم كان الموضوع بخلي الكلام ضمن سياقه طبعا المدرسة الإسبانية متشربة من كتير مدارس أبرزها لهولندي وطعمت أيضا بالقوة اللاتينية والأصرار اللاتيني تقريبا فهي بتشعر أنه مدموجة ركز أنا بحكي لاعبين إسبان أحباي عشان ما يصير خلط فأنت لما تحطه هيتشرب كل شيء أساسي في كرة القدم بطريقة صح بتشرب المرونة بتشرب الصلابة وبالتالي الصلابة الذهنية في ذات الوقت تقريبا كل شيء والتدرب على مواقف متعددة جدا بتلاحظ المنطقة الإسبانية لعب بأكتر مثلا لما فقد رودري خلاص سوعة إسبانيا دخل زوبامندي ولا كأنه في شيء زوبامندي ولا ميغل مورينو بغض النظر الاثنين أحسن من بعض أنا بعتبر الاثنين ممتازين تقريبا ماشاء الله تعالى مجرد أمثلة أما لو رحنا إلى إنجلترا مثلا وهون قبل ما كامل أحبائي نتبهوا أنه أنا الآن لا أجيب على السؤال أنا أضيف إضافة لأنه جواب السؤال كان لا أما الآن أنا بعطي معلومة مثلا دائما كانت إسبانيا متفوقة هاي معلومة وليست وجهة نظر هاي معلومة هذا شيء واضح تماما كيف المدارس ماشي في إسبانيا المدارس الأكاديميات وكيف تنشأ اللاعبين وعلى أي أساس بيتدربوا سيبكم من اللاعبين الأجانب أنا بحكي الحاملة الجنسية أوكي أوكي الآن لو رحنا إلى إنجلترا إنجلترا دائما كانت تعتمد على الطفرات وعلى الكثرة العددية يعني كون فيه كثرة عددية فكانت بينشأ عنده اللاعبين كتير لكن ما كان فيه سيستم واضح للعمل لكن من عام 2000 بالضبط تقريبا 2000 إن شاء الله تعالى بممكن أعمل حلقة أو أتكلم عن هذا الموضوع حتى أجلب التاريخ بالضبط تم إنشاء شيء مشروع بروجيكت كامل موجود لحد الآن في إنجلترا مستمر هو مشروع تطوير المواهب وأجبرت جميع أندية البريمير ليغ أو الأندية الإنجليزية على المشاركة به وهو قائم على أساس من مين بيدعمه ماليا كل نادي مجبر أن يدفع 4% من دخله لهذا المشروع وهو مشروع يقوم على تطوير مواهب في كل إنجلترا وممكن أن تنجبر ترسل لعبي من عندك من ناديك حتى يتطوره طبعا يكونوا إنجليز تحديدا شو نتاج هذا الشيء؟ شفنا منتخب إنجلترا حاليا سيبك من الأداء حبايب أنا بحكي الجيل كيف نشاء الآن إنجلترا تمتلك أربع منتخبات كاملة وليس منتخب واحد يعني ما شاء الله صدمت بالمعلومة هنا طبعا هاي المعلومة بأخذها من مصادر موثوقة وشيء موجود أنا لا أطرح وجهة نظر شيء موجود هذه هي معلومات فبرابو عليهم أنا بعتبر الإنجليز أخذوا خطوة ممتازة لأنه ما كان في إلا إسبانيا عرفان تشتغل على هذا الموضوع الآن الإنجليز بيشتغلوا بشكل ممتاز صاروا لهم 24 سنة والآن نتيجة أربع منتخبات مع بعضهم ومو عرفانين مين بدون يلعبوا طبعا أبرز اللي استفادوا من هذا المشروع لبروجيكت عنده بوكايوساكا كول بارمر أيضا مر على هذا المشروع انتبع عم أعطيك أنا لاعبين من أندية مختلفة جمال موسيالا قبل ما يختار تمثيل منتخب ألمانيا ما له علاقة بالمدرسة الألمانية على فكرة له علاقة أكتر بالبروجيكت الإنجليزي لأنه لعب بالبروجيكت الإنجليزي وليس في ألمانيا طبعا في الفودين أظن إبراهيمي دياز مر على البروجيكت لما كان بسيتي جروب والبقية فطريقة رهيبة جدا ومشروع يستحق بودكاست طويل لوحده وبحث لوحده أكتر من رائع فهذا هو الوضع بشكل عام المدرسة الإسبانية أنا أراها هي الأكتر ثبات منذ عقود من الزمن لأن المدرسة الإنجليزية عملت بروجيكت واضح وأصبحت تنشئ أجيال ممتازة جدا فبرابو عليه هون ما عندي مفاضلة بيناتهم لكل طريقته بكل أمانة والاثنين أنا معجب فيه هون الاثنين معجب فيه هون جدا عندك بقية المدارس في كل بلد في ألمانيا في فرنسا الموضوع فيه للأسف تعقيدات كثيرة لكن فيه شيء عنصري نوعا ما هتقال لي بس أنه فيه كثير أجانب في المنتخب لكن مع هيك بيتمظلم كثير من الأجانب بكل أمانة في ألمانيا يوجد أخطاء كبيرة وما حصل حاليا مع المنتخب ألمانيا هو مجرد تصادف لبعض المواهب فقط تصادف فقط فقط لا غير ونجاح من يوليان ناغليزمان وتجليات من تونيكروس وكذلك الكايغوندوغان عدد ذلك بعد عشر سنين ألمانيا ما عندها مواهب حاليا على مستوى ناشئين نهائيا فقط موجود حاليا أكبر مدرسين الإسبانية والإنجليزية فقط طيب أما السؤال الثاني وأيضا كمان على الأجديدة أخي الكريم نسيم ونصيحة قبل ما أقرأ السؤال حبيب وقبل ما أجيب إذا أي شخص بده يدخلني بإني أنا أقارن أو أساوي وبده يحاكيني بأسلوب لا تذكر اسم كذا مع كذا نصيحة طلع من الفيديو ولا تتابعني أو شف لك رياضة تاني تابعها لن تجد مطلبك لدي يا صديقي ونشوفي أنه بإني أخي الكريم نسيم سلام عليكم ورحمة الله متالعك رمضان من الساحل السوري تحياتي يا ورد نتمنى أن تستمر في تقديم مثل هذه الفيديوهات سؤال لماذا صناع المحتوى اليوتيوبارز عندما يشجعون فريق تكون كل الأمثلة عليها مثلا أنت وعفوا من هذا التعبير دوشنا بارسنال وأنا أراه فريق عادي بينما ريال مدريد مدرسة في تعليم الفرق كيفية التعامل مع أي مباراة وهي قصة هل هون سؤال ثاني يعني بقصد وهي قصة المدرب يبني مشروعه بدعك وروية جوفاء لاحظ ماذا فعلت شابي ألونسو ومدربين كثير خلال فترة قصيرة مثلا الأستاذ زيندين زيدان وشكرا أنا آسف للإطالة حياتي يا صديقي أي حدا متعصب ويعبد الكلام مو ألك صديقها انتبه ما بيكلام ألك يعبد وليس يحب زيندين زيدان يخرج من الفيديو قبل ما أجيبه وأي شخص داخل يشلف في وجهي ثلاثة دورة أبطال ومن هذا الكلام نصيحة تجاوز هذا السؤال وروح للسؤال اللي بعده بالواجه عراس طيب صديقي هلأ موضوعك جدا معقد ويستحق فيديو لوحده طويل جدا بطول حلقة الأسئلة الأسبوعية لأنه في موضوع له علاقة بالسيكولوجية سيكولوجيا الموضوع بحث يعني عندي وعندك أنت كونك أنت طرحت السؤال ليش هلأ أنت مثلا أو أي صنع محتوى لما يكون بيشجع فريق بتكون أغلب الأمثلة عليه هل أغلب مو كده الأمثلة الصديقي أغلب وليش سكل الأمثلة بغض النظر مو هم موضوعنا ليش الموضوع جدا بسيط لأنه بكل بساطة بيكون متشرب جدا لكل شيء موجود عند هذا النادي فسهل أن يطرح المثال سهل أن يطرح المثال نقطة تانية وتوضيح مهم أما أنا شخصيا طبعا على فكرة حبايب هذا أجمل سؤال بكل الحلقة تحياتي إليك صديقي رمضان والله ولا بعرفه للشخص على فكرة برجع بحيي تاني مرة أنا شخصيا برجع بكمل قبل لا يعود أرسنل للواجهة أنا ما كتذكر اسمه على فكرة الناس بتذكرونه حتى حتى لا كتحاطة علم وراي ولا كذا بس مبسوط أنا إنسان بنهاي بشر بدي أمبسط بعودة فريقي فريقي اللي كان دائما بقمة الهرم في إنجلترا قمة الهرم ما بقصد أعلى واحد دائما متواجد في القمة أنا لما كان غاب لعدة سنوات ما كتذكر هذا الموضوع نهائيا ولا أذكر أمثلة ليش؟ لأنه مو منطقي إنه أضرب أمثلة عن فريق غير متواجد الآن لا تكتيكيا ولا فنيا ولا كنتائج فغير متوفر الأساسيات حتى أضرب مثال لكن لو لما عاد ما أنا ماشي معاه ستيب باي ستيب فأنا بعرف طول العشب في ملعب التدريبات كم في الملعب الأساسي كم فمبالك ببقية التفاصيل طبعا هو من باب المبالغة أنا أتكلم فطبيعي إنه صانع المحتوى يضرب أمثلة بالنادي لهو بيشجعه ليش؟ لأنه بيكون بيمتلك معلومة واقف على أرض صلبة فبقدر أعطي معلومة قوية جدا وواضحة جدا ثانيا هذا الشيء غير مزعج أبدا لما أضرب مثال لو بنا نتكلم بشكل مجرد ليه؟ إحنا بنوصل معلومة فبغض النظر إذا ضربنا المثال عن لعب يلعب بنادي يلعب في دولة أفريقية أو أسيوية أو أرسنل أو وانشستر رونيتد أو يوفينتوس أو ريال مدريد أو برشلونة أي أمكان المهم نحنا وصل للفكرة لكن نحنا بنروح للأسهل والأوضح قدر الأمكان فأنا أكتر الأمثلة بضربها مثلا بحسب الموضوع إنه عندك تحاكيني مشروع طبيعي يحكي لك حاليا اسأل اجلس مع أي محلل أداء بيانات أنا بحقيق الناس اللي تقال اللي بيشتغلوا مع المنتخبات والأندي ما بيضربوا لك إلا مثالين فقط فقط لا غير على فكرة تنهاخ وكذلك أرتيتا مع أرسنل فقط ليش؟ لأنه هن الوحيدين اللي بيمثلوا يمكن نتكلم عن مشروع أول شيء أرتيتا كيف مر بمراحل وهو طبعا فيه خطوات معين وفيه جدول معين كيف هأهدافنا نحنا هن كيف يفكروا وفيه عندك إيرك تنهاج أنه ظلم أن يوصف بالمشروع ويثقا لما سبق والآن يمكن النظر عليه أنه قد يبدأ مشروع من جديد فلذلك الآن لما عاد أنا فريقي لهذه الواجهة الكبيرة مو بس أنا بضرب أمثلة إذا جميع بضربوا أمثلة فأقل منه أنه أنا أضرب مثال أنا بحكي كلام طبعا موجود لكن ربما كالسيكيولوجية جماهير أنت تكون بتشجع مجرد مثال أنا بضرب شو تشجع ميلان أنا ما بعرفك والله ما بعرفه يا جماعة ميلان ريال مدريد يوفي أنا بشجع يوفي على فكرة بإيطاليا برشلونة أي أن كان فممكن تكون أنت خلاص مضعصب جدا لفريقك وهي ما فيني إن فيه أنا يعني أنا ما فيني غير هذا الطبع بأي شخص كان أو أي شخص ينتقد هذا الموضوع عادي جدا يعني وإضافة معلش أنا سمحني بليطول كتير مع هذا السؤال سابقا أنا كنت تكهرب من جماهير ريال مدريد وبرشلونة على فكرة لأنه حادين جدا كنتظن بأنه هنا حادين جدا بعدين فهمت بشكل أكبر ليش هلا بكمل معاكل أنت مثلا هون بتقلي وبينما أنا أراه فريق عادي عادي برأيك ما بستطيع أنا أقنعك الآن هل الآن هو فريق عادي الآن ما بعرف شو تصنيفك للفريق الغير عادي أنا هون ما بعرف هون نوصل لنقطة صدامية لا يمكن صدامية مو أنه أنا عنيد برأيي أو كذا لكن لا يمكن أني أقنعك كونه فريق تقريبا ما بقي شيء إلا كان ياخد البرمير ليك طيب شو بقي خلص هو أخذ الدور اللي بيلعب فيه وخلاص طيب شو مطلوب مثلا إذا كان التقييم أصلا بالألقاب فقط لازم ياخد اللقب أو ياخد لقب دور الأبطال فهي مشكلة شرحت سابقا بشكل مطول الموضوع لا يحصر فقط بالألقاب بل التواجد في الصورة بشكل دائم أما لو بنا ناخد فقط في الألقاب ريال مدريد وسكروا كرة القدم وخلاص تعال نشوف محتوى تاني ونحكي عن مسلسلات كرة القدم أكبر من أي نادي موجود في العالم يا صديقي وأوسع بكتير فلما نتفق على هاي النقطة نقدر نحكي لكن فريق عادي لا سامحني تماما 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 ليس عادي أبدا الآن برجع بحكي لك بتواضع بحكيها بتواجدي بكتير من الكورسات ومحاضرات وكذا أغلب الآن لما بدك تعمل أنت كورس حتى بدك تكون مثلا تعمل تحليل أداء وتدريب من هذا الكلام أغلب الكورسات بتجيك عن غوارديولا وميكل أرتيتا ومبارياتهم مع بعض مثل ما كانوا سابقا كلوب وغوارديولا ليش؟ لأنه هون المدارس التكتيكية المعقدة حتى نشوفك هل قادر تستوعب هذا الليفل من كرة القدم المعقد لهذه الدرجة تخيل الموضوع أحبائي ارجع وذكر بما ذكرته في البداية لا أقارن ولن أقارن حتى تصح أي مقارنة أما حاليا أنا لا أقارن أنا فقط أشرح وأحاول إجواب على أخونا لذلك وضحت التوضيح في بداية جوابي على هذا السؤال الآن بين مريال مدريد مدرسة في تعليم الفرق في كيفية التعامل مع أي مباراة كمان أسقاط خطأ يا صديقي إسقاط خطأ تماما سامحني تماما 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 الآن هو مدرسة في التعامل مع أي فريق وأي مباراة صح لكن هل خلق ريال مدريد فكان فورا مدرسة لا فريق يعاني يصعد ويهبط يصعد ويهبط ويعاني ويمر بأزمات ويمر بعقدة دور السطعش التي لا يستطيع تجاوزها فلو بنتكلم بهذا المنطق فأنا هو ممكن أحكي لك آه ما الجالكتكوس بتاعكم لما واجه أرسنال أكل جول هدف فقط من تيري أوري وكان مقابل الجالكتكوس الكامل لريال مدريد وما سطاعه للمرمى سبيلة لو بدي أجاوب بهذا المنطق لكن أنا لا ما بتكلم بهذا المنطق بكل تأكيد لأنه الأيام دولي الصديقي والدائرة تدور بشكل دائم يعني عرفت كيف؟ أنا ما بتكلم بهذا المنطق بالأساس لأني لا أؤمن فيه في الأخير لا أؤمن فيه بالأساس فكان بوقتها أصدر ريال مدريد ما بيقدر يتجاوز دوره 16 فهو لم يولد مدرسه هون ببلش صدام مع الناس المتعصبين والعبدة طبعا نعرفت كيف؟ مو معاك أنا بتكلم بتكلم عن باقي الجماهير لا لكن خليني أحكي لك أنه من بعد ما خرج ريال مدريد من الأزمة الاقتصادية مطلعة الألفية أحقق ثبات فالآن هو محقق ثبات غير منطقي وغير مسبوق في كرة القدم فبآخر عشر سنوات فينا نقول بأنه ريال مدريد حالة فريدة من نوعها فلما تقارنه أنت هنا بتظلم ريال مدريد وبتظلم البقية يصدقني ليش؟ لأنه يمر بحالة فريدة من نوعها وحلالة عليه يستغلها قدر الإمكان لأنها قد لا تتكرر وغالبا لم تتكرر يا صديقي لا يمكن فريق يبقى بهذا الثبات دائما في كرة القدم فوق يعني بدون تقطع يعني حتى ما حصل تقطع بشيء غريب على فكرة ممكن واحد يقول لي لا ما هو بيخرج من دور الأبطال أحيانا مو هيك المقصد هو في القمة دائما وفي الصورة دائما دائما في ريال مدريد موجود بصورة نمطية يعني غير منطقية ما بيصير يكون في باترن للإستمرار باترن يعني نمط نمط دائما 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 ما بيصير يعني أنت لابد أنك تضعف شوي حالة فريدة طبعا أغلب الفضل يعود لفلورتينو بيريز وكيف أسسوا هذا الجيل اللي بيلعب بالوقت الراهن ربما يستمروا لعشر سنوات قادمة الله أعلم خلص أنا يوتيوب وما يكونوا خلصوا لكن المنطق بيحكي لك أنه ريال مدريد الآن استثناء والاستثناء لا يلغي القاعدة لم يولد مدرسة الآن هو عنده تراكم ذهني عالي جدا فبيقدر يتعمل مع أي مباراة أي فريق لو استمر منطقيا لو استمر الاستمرار اللي استمروا ريال مدريد في القمة طبيعيا أن يصبح الجيل اللي بيمتلكه عندهم قوة وعلو كعب ذهني الموضوع بيتعلق بالعامل الذهني أكتر ما أنه هو اسم النادي هو عامل ذهني استمرار الانتصارات بيعلو كعبك فبيتشرب عندك وعند خصومك أنه أنت منتصر قبل ما تدخل للماتش فهو حالة استثنائية بالوقت الراهن أما وهي قصة يبني مشروعه بدعة كروية جوفاء أنت هون نسفت كتير من كرة القدم يا صديقي تقريبا نصف كرة القدم نسفتها نسف ونصف تاريخها تقريبا نسفت نسف وحتى الاستدلال عليها خاطئ لاحظ ماذا فعل تشابي ألونسو ومدربين كثير لا تشابي ألونسو كان في مشروع ماشي بليفركوزن بإدارة أكتر من رائعا كانوا بيبحثوا عن مدرب بيمتلك تقريبا نخليه لك فكرة بتتوافق معهم وشرحت هذا الموضوع سابقا فالطابقوا مع بعض وأجي أكمل مباشرة الآن نجاحه من أول موسم من عدمه ما بيعني شيء كان ممكن مثال لو كان البايرن بيعزه كان ممكن ما ينتصر تشابي ألونسو ويطلع مركز ثاني فبوقتها حيطلعوا الناس يسخروا من تشابي ألونسو وكلامهم خاطئ هو نجح بالنهاية بوجهة نظري نجح لكن ما بعتبر أنه هو مقياس نقيس عليه برجع بحكي دائما الموضوع أكبر من هيك بكتير ولا يمكن الاستدلال بهذه الطريقة مدربين كذر خلال فترة قصيرة مثلا يعني الأستاذ زين الدين زيدان وشكرا إليك تحياتي صديقي زين الدين زيدان لا يمكن اعتباره بالنسبة إلي بيمتلك فلسفة واضحة لحد الآن زين الدين زيدان من أساطير اللعبة من أساطير التدريب من حيث خلينا أحكي لك الألقاب أما أني أضعه كمثال وأنه لازم المدربين يكونوا هيك وأنه هو مدرب ناجح أنا آسف زين الدين زيدان اضطرت الآن لأول مرة أني أقولها طبعا كل الناس تحكيها وأنا ما بقولها نيهائيا لكن زين الدين زيدان كان موفق جدا ما أقول محظوظ موفق جدا سلام مادريال مدريد وهو في ذروة المستوى كجيل كروي فانتصر معهم هو لا يمتلك مدرسة واضحة تدريبية يعني لا يمكن الفهمه هو خليط تقريبا وكان يعتمد على العمل الذهني كتير يعني مرة كنت عم اسمع أيضا يعني هيك عم تابع حضور طويل كان لمحلل أداء بأحد المنتخبات فكان عم يحكي عن زين الدين زيدان فجاب هي السيرة نفسها سبحان الله فحكي أنه ما في ما في نمط واضح يعني هو كان في فريق قوي جدا منطقيا أعطيه أساسيات اللعبة فقط هيكلية كيف يدافع وكيف يهاجم وخلص انتهى الأمر بدون تعقيدات كتير ليش الجيل نفسه قوي فدائما أخي رمضان أنت إسنادك عم يكون على جيل قوي بالأساس جيل جبار متناغم عرفت كيف وكل من أتى ريال زين الدين أو بعده أن شلوتي الاتنين ما حاولوا يخبصوا بالموضوع أنه بحاولوا يتركوا الموضوع ماشي بأسهل طريقة ممكنة فأنا آسف الأسقاط بالأساس خاطئ يا صديقي ما زين الدين زيدان لا ما فيني أعتبره أنه مثال صحيح لهذه النظرية يعرف كيف أنه معنات ما بصير حدا يعمل مشروع أبدا يعني مثلا أنا هل لو جلبت زيدان وسلمت الآن نادي هيلاز فيرونا حيروح يجلب ثلاثة دورة أبطال ربما توقع وسط الفكرة هيك بتصير أصح وأوضح فبدعة كروية هيك أنت نسفت كرة القدم كلياتها تقريبا أو أغلبها لكرة القدم رجال مدريد الآن استثناء أنت تحاول نسف كل كرة القدم بسبب استثناء يحصل الآن عرف كيف يحصل الآن هو استثناء فقط لغير أما أكيد يكون فيه مشروع أكيد يكون هل كل الآن دي بتعتمد هذا الشيء الموضوع متشاعر بكتير يعني في الآن دي بتتمنى المشاريع الآن هي موضة وماشية موضة عن جد أنا بعتبرها موضة وشغالة يعني مثلا أنا أضرب لك مثال أيام زمان حتى بإنكلترا ما كان هيك يعني كان عندك فيركسون وكان عندك أرسن فينجر ما كانوا بفكرة مشروع ويلا نبني بدنا كذا وكذا وكذا ونوصل كذا إلى طريقة معينة لكن الآن طلبات الجماهير الكتير وبدهم كرة قدم ممتعة وجميلة فبتلاقي غوارديولا غوارديولا اللي طول حتى بناه وشرب فلسفته وعمال الفريق أستهلك سنتين تقريبا كلوب استغرق وقت في ذات الوقت أيضا أيضا هذا أسلوب لا يمكن تطبيقه بسرعة أيضا عرف شلون ميكل أرتيتا استغرق سنتين حتى تمشي أغلب اللاعبين لأنه ما بتوافقه معه وبعدين تجرب لعبين آخرين كمثال يعني في ناس لا تعتمد الإسلالي بالبسيطة مثل لعب المباشر وأبسط من أسلوب كلوب حتى فبيتطبق بشكل سريع مثل هانزا فليك كمثال يعني فهذا جوابي يا صديقي هي كانت أنا بعتبرها مجرد دردشة أخالفك في كل ما قلته سامحني فلا زين الدين زدان هو أستاذ بجد أنا بحكي عفكرة زين الدين زدان من أساطير جيلي وأنا هو معشوقي هو صورته هون فوقي بس مو طالعة دائما حاطث أنا بحب زيدان كتير لكن أنا أضع كل كلام في سياقه الصحيح لا زين الدين زدان غير موجود ضمن حتى الناسي بتتكلم تكتيك وتحليل وكذا وكذا إيمك من اليوتيوبر صديقي غير موجود كمدرب يعني هو ما بعتقدر اعتبره مدرب عرفت كيف؟ يعني أنا ما بقدر قللك ياريت يجي على كذا آه مرة حكيت لك بتمنى يجي على يوفينتوس لكن هذا كلام عاطفي لا أنا تفضل كونتي بدي مدرب أفهم كيف يشتغل فهناك أمل كبير بالنجاح عرف كيف؟ هذا لا ينسف ولا يعني بأن زيدان لن ينجح إذا استلم أي نادي لا حتى ما حد يصيد بماء كلامي العكير يا شباب ربما ينجح لكن نحن لم نرى هذا الشيء زين الدين زيدان كان عنده حقبة استلم فيها فريق بالقمة هل كان موفق؟ جدا هل يعني إنه مدرب محظوظه ما بيعرف يشتغل؟ لا أنا ما قلت هيك لكن هو ليس قاعدة نهائيا ولن يكون مع أنه ممعشيقي لكنه لا يمكن اعتباره بالسياق اللي انت حكته يا صديقي وفكرة أنه المشاريع بدعة كروية جوفة كل كرة القدم قائمة على هذا الأساس فإذا نحن مننسف كرة القدم يا صديقي وتقريبا أنا فقط متفق معك بالجزء الأول من السؤال أنه ليش إغلب صنع المحتوى وممكن يكيب ميله للفريق اللي بيشجعوه أنه يتكلم عنه ويضرب أمثلة لكن ما تبقى أختلف وشرحة قدر الأمكان وجهة نظري ممكن يأتي وقت ويعمل فيديو عن هيك مواضيع على فكرة ولو أنه بوقتها حرفية ممكن تصفر للقناة من المشتركين المدريديين تحديدا مثلا أو البرشلونين إذا طرحت مثال تاني أو البايرن إذا طرحت مثال هناك أو الأرسنل إذا طرحت مثال على الأرسنل لأن هي الأمور بوقتها بنسف كتير من الأصنام الموجودة على مستوى السوشيال ميديا أما سؤالي بعده فعنا سؤالين تقريبا بيشبهوا بعض أخونا أحمد بيئلي كابتن في رأيك لماذا لا يتم ربط برشلونة حاليا مع لعبين مع لعبين ارتكاز وهل أنت تؤيد تركيز الإدارة على تدعم الجناح الأيسر بنيكو ويليامز وأن تكون هذه صفقة برشلونة الوحيدة وإذا كان ذلك ما هو توقعك لموسم برشلونة القادم وشكرا كابتن للعزيز رشيد بيئلي هل حقا تظن أن ويليامز أفضل من رفينيا لقد رجعت رجعت الإحصائيات رفينيا في الموسم الذي سبق دوم لبرشلونة وهي شبيهة جدا بإحصائيات ويليامز ويمكنك تتأكد من ذلك إذا أردت زد على ذلك التقارب الكبير في السعر نعم صديقي أنا حكيت دائما بتكلم أن رفينيا كان الأفضل ببرشلونة بالموسم الماضي وفي ناس ضحكوا علي بالتعليقات لما تكلمت هذا الكلام على فكرة أنا تكلمت هذا الكلام سابقا وضحكت علي الناس في التعليقات بالنسبة لي لا أقول أن الصفقة فاشلة لكن ويليامز هو رفينيا جديد أي مستوى متوسط متذبذب قد لا يرقى لتطلعات الجماهير البرشلونية المتطلبة وعلى رأسهم أنا طيب تحياتي رشيد وأحمد أول شي بالنسبة لأنه ليش ما بيتم ربط ببرشلونة مع لعبين وسط لا مرتبط حاليا غالبا ممكن يروح لميجل مورينيو آه في اهتمام من أرسنال في كذا لكن غالبا ممكن يحظى بخدماته على فكرة ببرشلونة وأنا بعتبر صفقة ممتازة هو أو زبا مندي فيما لو استطاعه لكن الأولوية الآن الأولوية واضح أنه حتى يدعموا مركز الجناح بعدما يدعموا مركز الجناح حينتقلوا لمركز الوسط لكن في ذات الوقت ما بنعرف هذا الموضوع مرتبط بهانز فليك يعني هو بمين حيمشي بأول موسم يعني الفكرة ما هي أنه فكرة الآن استلم فحننفضوا فريق من أول صيف لا اليونايتد بعظمته المالية حكى لك نحتاجه ثلاث نوافذ انتقالات لونيكو ميلا ما نريده تخيل بعظمته المالية يعني جاهز بالنهاية بلاقي حلول اليونايتد ما بيقدر فما بقى لك برشلونة بهاي الأزمة وجالب مدرب جديد بفلسفة جديدة فربما يمشي حاله بأول صيف إذا ما قد استطاعوا أنه يدخلوا بصفقات أخرى لكن مرتبط بأكتر من لاعب تقريبا أما بالنسبة لرفينيا فموضوع نيكو ويليامز صديقي رشيد وأيضا الأحمد علي هلا بالنسبة لبرشلونة أظن الموضوع هو حسب اقتصادية رفينيا لو بعته فغالبا أنت هتحصل مبلغ جيد بل جيد جدا يعني بالنسبة لرفينيا ونيكو ويليامز ربما أنت تتاخده بدفعات يعني تاخده على دفعتين أو ثلاثة فأنت هون مثل عملت أهلاك للأموال تركتن هلا حاليا فاتفضت حالك سنة أو سنتين يعني بعته بستين واشتريت نيكو ويليامز تدفع ثلاثين اليوم وثلاثين السنة الجاي فأنت ريحت راسك سنة ثانية مثلا فتروح الدعم مركز ثاني طريقة طربش نحن نسميها تقريبا بلهجتنا السورية هيك بشوف صديقي أما فكرة أظن أنه رفينيا جديد بالمستقبل إذا لم يقدم سوى ما قدمه رفينيا فبرشلونا رابح على الأقل من الناحية المادية إذا لم يقدم إلا اللي قدمه رفينيا إذا قدم أكثر فالصفقة حتكون رابحة في ذلك الوقت أما السؤال الأخير فهم عن زين الدين زيدان اللي كنا نحكي عنه قبل شوي بيقلي أخي نسيم الغالي أبو عمر عندي سؤال ما هي طبيعة العلاقة بين بيريز وزيدان حتى يكون زيزو موجود دائما في مناسبات لمدريد مع أنه كان زعلان أو الزوز وقت اللي ترك تدريب التدريب أخوك أبو جميل من إدلب لحياتي أبو جميل حياك الله بس بالنسبة لأنه كان زعلان اللي ترك آخر مرة لأنه صار تطلع أخبار من الصحف ماركة وآسو من هذا الكلام أنه بله قد يقال زين الدين زيدان فيما لو خسره أمام ختافي أنا ما بنسى هذا الموضوع لأني أنا بحب زيدان كتير بصراحة وكتير بتعاطف معه وربما لأنه نحن نشأنا على زين الدين زيدان فأنا بحبه كشخص عرفت كيف لا أعبده لا أقدسه ما بيعمله مدرب أسطوري ما بيعمله كذلك أبدا مش هتكون أنا بحب شخصه أتعاطف معه جدا وحب تجربته جدا ملهمة من حيث الإدارة النفسية في ريال مدريد جدا نرجع الآن لسؤالك فهو يخرج فعلا حزين الآن في تضارب بالرواية في البعض بيحكي لك بأنه كان بيقصد بيريز لما خطب الخطاب التاريخي طبعه بعث رسالة للمدريديستا أنه أنا أبقى مدريستا مدى الحياة لكن زيندين زيدان لا يقال أنا زيدان كان دائما يقول هاي كلمة أنا ما بنقال أنا أستقيل عرفتش لون فكان واضح أنه الرسالة كانت موجهة لبيريز لكن في مصادر أخرى بتحكي لك أنه كانت المقصود فيها هو خاصة أنخيل سانشيز اللي هو ذراع الأيمن لبيريز واللي ربما يكون هو رئيس ريال مدريد لا حقا هو اللي بيسؤول عن هاي الأمور في تضارب بالرواية ربما يكون هاد وربما يكون هاد بكل أمانة ما بعرف لكن هو كان زعلان بعد فترة ما هو مؤكد أن بيريز تواصل مع زيدان ما هو مؤكد ما بنحنا الآن نذكر مصادر وكذل لأنه ما عم نعمل وثائق حاليا فهو تواصل معه ورجعوا تقربوا مع بعض ليش؟ بيريز بالنهاية سواء كان هو أو خاصة أنخيل سانجيز اللي عمل هداك الشيء بيخافوا بيعرفوا قديش قيمة زيدان كمحبوب محبوب عند الجماهير مو بس المدريديستا غير المدريديين يعني هو محبوب جدا يعني زيدان بشكل عام هو محبوب عادك أنه كان مع اليوفي كيوفنتيني أيضا يعني أنا يوفنتيني بتعرف هذا الشيء زيزو زيزو رائع جدا بكل تأكيد فقاعدته جماهيري كبيرة جدا 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 لا يمكنك أن أنت كبيريز تدخل حرب بالنهاية وتخليز علان وتكسب نقد محبي زين الدين زيدان هي هي الفكرة كاملة صديقي هنا أحباء الكرام خلصنا كل شيء عندنا لليوم بتمنى أن يكون الجواب على سؤال أخونا رمضان أقنعكم ما راح أقول أتمنى ما يكون أزعجكم لأن هو واقع من وجهة نظري بأغلبه حطوا لنا رأيكم بالتعليقات بشوفكم أخير رجاء الله تعالى بحلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته